طيب انت محططك كتير جدا لسه معانا وعندك حكايات كتيرة جدا فاحنا من الناس اللي انت جبت سألتهم دلوقتي وفي نفس الوقت انت اتكلمت عليه وقلت جابني وقال لي لازم طمدي وبش طمدي عارف مين هو؟ اللي مضاك؟ اللي مضاني عم جمع لا اللي كال في لسه ايه لكابتل عبد القيعة؟ اول واحد كتب عني اول قل ده لازم ديه موهبة لازم تسقل ولازم تبصوله ده حيبقى لي شأن كبير قوي طيب قول قلو كده قلو اه يا ابو كابتن ترافولت ازايا؟ كابتننا ازايا كابتن عدلي؟ ازايا كابتن مصطفى اخبارك ايه حبيبي؟ الله يخليك وحشنا الله يرضى عنك كابتن الله يكرمك معاك ترافولت اهو بقى انت من الناس اللي اول واحد كتبت عليه في مجلة النادي الاهلي لا انا كتبت عليه المقالة الوحيدة وانا بكتب في مجلة الاهلي كتبت مقالة وحيدة برا النادي الاهلي برا النادي الاهلي كنت برا النادي الاهلي اه في اخر ساعة وانا كنت بتفرج على دايوري الناشئين باستمرار نعم طبعا كنت بشوفه هو مجدي عبدالغاني بس مجدي كانت سبق بقى يعني مجدي الكابتن عليه مجدي سبق سبق فيه مين اللي تلق لا ولا انت لا ده مجدي اللي هو اللي حصله احنا عدينا اجيال يا كابتن عزي ده ده لا ده انا خلطت في فاقعة ساني اه اتفرض انا 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 كنت بتفرج على الناشئين كان لسه تحت 18 سن نعم وبعدين اه كنت قاعد مع اه الله ارحمه ابن جواينة احمد علام احمد علام اه وكان رئيس القسم الرياضي في اخر ساعة وكنا قاعدين كده قدام التنس في النادي الاهلي وبنتكلم وكانت السيرة والناشئين قلت له بص بقى في واحد حيطلع من قطاع الناشئين واعتقد يعني سنب كتير حنلاقيه في الفلسطين اه ده صفاته كذا وميزاته كذا وجسمه كذا وبتاعه موهبة فصصته يعني ما تكتب لك كلمتين دول في عمود في اخر ساعة اه قلت له انا ما عملتاش قبل كده لكن والله هو يعني بين وبينك يستحق ان نكتب عليه كلمتين دول كنت متابعه كويس انت يا كبتان عد اه لا متابعك كتاب الناشئين كله هو كان مميز جدا الحقيقة بالزبط اه بعدين كتبت الكلام ده مفيش كم شهر لقيته فوق وبعدين راح لعب ماتش في افريقيا وجاي بجن ونازل بيكلم زميله بصولي وعملولي اكينه بقاله مثلا عشر سنين بيلعب ما هي دي ده قيمة النادي الاهلي يا كابتان عدل وحلوة النادي الاهلي اللي بيخش بيندامك بسرعة كأنه لعب من سنين وبرضه كان عنده شخصية هو يعني ثقته في نفسه شوية عالية غلباه يعني من يومه اه اه انا معك في دي ايش استحملنا بعد وبعدين بقى هو بس يقولك ترافولتا كابتان نجيب اللي سمته رافولتا مين ويكا ركابت المصطفى لما روحنا لعبنا اه في 78 في تونس اه النجم السحري والسطفاقسي ايوة ايوة مزبوط كايروان كنت معانا وهو كان طالع معانا برضا ايوة بالزبط كده كنت اه كان كنا لسه خارجين من كاس العالم ورايحين نعمل مزبوط مزبوط وبعدين في تونس كل ما تكلمونا شفتونا في كاس العالم احنا روحنا بقى غلبنا لهم خلصنا عليهم هناك خلصنا عليهم هناك فابتادوا ينتبهوا الينا كان كابتان عادي كنت رئيس البيعص المهم هو ايه انا نزل السيد حاجات قال لي كابتان عادي اجيب حاجات خدتوا معايا اه اه فدخلنا محل كده لقيت بدلة بيضة قلتول اسمع شريف قلتول اشتري البدلة البيضة دي ولبسها هتوبقى عامزة ترافولت كانت ترافولتة لسه طالع ايه الفيلم ايه بتاع صح ما انا قلت ان انت اللي قلت علي انت وحمد علام ترافولتة دي اه فسميته ترافولتة بعد ما لبس البدلة بس البدلة دي احنا مش بنوش مسل بيها لا ما هو دي كان انت بقى دي زمانها دابت لا قل له قل له هو طالع على طول زابط حمال وقدينه هو بقى يلبس بدلة بيضة بتاعت الزبط ما هتمشي لما هيحط عليها سبلايت خلاص بقت اه زابط شريف يا جماعة والله لو لا الاصابة كان احد العلامات اه مدربين فرض نفسه كل مدربين انا واحد من الناس والعزوة الكلمة انا انا كنت شايفه في حتة تانية خالص يا كابتن عدل لكن الاصابة اللي حرمتنا وحرمته هو كمان الحمد لله الحقيقة يعني لانه كان عنده كل المهارات وجسمه قوي جدا جدا كان من اكل وكان سريع ويعني كل المواصفات وليحق عوضة بالتحليل برضو متقلق ووجودك يا كابتن انا على المستوى الشخصي يعني بحبه يعني ربنا يا خليك يا كابتن عدل وحنا سعداء بوجودك لا يا حبيبي لا العفو وانا كنت بسميك بابا عبده اه تفاكر بابا عبده دي اه تلوك برضو في نفس الرحلة اه والحد بالوقت فيه العب تقول يا بابا عبده الناس احنا كسبنا تونس في تونس 3-0 ربنا يديك العمر والصحة ويخليك لوسريتك ونشوفك في احسن صحة واحسن حالة كابتن عدل انا وفاوك يا جماعة جميعا الله يخليك كابتن عدل شكرا كابتن عدل